ديوين أفهم كل الشكر لكم على اختياركم الفريقون سمتانة بيشتع ديو صبحياتكم نسلم عليكم وين ما كنتم كاملين معكم في ويكاند على كيف حتى النصف النهار والتحق بينا في استوديو كوتش بشير حياري صباح الأنوار كوتش صباح الفل والوارد والاسمين يمين صباح بونجور أميني عودة ميمونة بعد الراحة المطولة مجدد جد الويكاند بونجور أتميني بونجور يمين سفا منورتنا كيف العادة فرحانين بالعودة متى أكيد نستنىو فيك في حالة في حالة أكيد عملنا الكراو ديديكاس وسلمنا عليك وقلنا لي احنا فقدناك كراو أمونا ما تقولش نسيلك يعني ليلة كل واحد عنده بلاست وعنده ما كنتو في ويكاند على كيف الكل سواء اللي يظهروا في الانتين سواء زيدا جنود الخافي برافو لكم الكل رحلة قريب تنتهي أمينيا لغالب وليامي تقدش تجري البرح بركة قاعدين نحضروا في الكنسيبت متع اليوم واحنا نحكيه على الحلقات خاطر السيزن متع سيف قصيرة ما نحسو هيش كي ما نحسو سيزن متع نقاط فيها برش نقاط فيها برشة أكيد برشة مفاجئة تستنى فيكم في البرمجة الشتوية على ديوان الفامي اللي تنطلق إن شاء الله نهار الاثنين اثنين سبتمبر والاستفتاح والافتتاح بيش يكون مع صباح صباح الخير تونس ما ستها امتع السباح تونك خليكم ديما أوفيه الكل برمجنا وديما نشكركم على وفائكم خاطر بليش بكم انتوما من قدموش كوتش بشير جيتني بالفرحة عادة والبارحة تونس فرحانين وأكيد لغيزو سوسيول كل تقلبت في علاقة بالربح واذهب بالرابط البارح الحقيقة فرحتنا روعة مش الحقيقة ديما هي تفرحنا من الفين واثناش روعة ما شاء الله عليها معانتها تهز في الذهب البارحة معانتها الميدايم تيحها الرابعة براتيك ماو في البراء والأولمبيك العبيد مش يتبع كما مثلا يتبع في معانتها الجوز والأولمبيك مش كما في البراء ميليرا فما برش عبيد تقعد تتخدم عبيد تقعد تقدم عبيد تعطي في الذهب التونس هو صحيح فرحها وفرحانين بيها والكل من الذكروا اللي جيت بريود وروعة حابة تتبيع ميدايم اللي ميدايم متاحها خطر ما عندهش تمويل وما عندهش فلوس بيش تعمل استاجات والكل إما القريسات تتغلب بعض الصعوبات متاحها وتهز معانتها الميدايم هذي والله الحقيقة إيمان أنا كان جيت نحكم في البلاد هذه روعة كل يوم تدور من المدرسة المدرسة ومن الليسي الليسي ومن الكوليج الكوليج معانتها تعطي النسائح للصغيرات تعطي تجربتها للصغيرات هذوم القدوات اللي نحبوها في المجتمع متاعنا أوكي مجتمع معانتها الحقيقة مخلط فيها معتها الفنانين فيها الرابر فيها الكل وموها نعمل شوي إيكيليبر مثال يخلي وليو القدوات بتاعنا اللي هو الرياضة اللي يشرف البلاد اللي هو العالم اللي هو شير شير بش وموها بلوز وموها نعمل في المجتمع وهذوم القدوات اللي يحتاجوهم صغيراتنا خاصة في المراحل الأولى العمورية من ناحيتهم برافو روعة التليلي برافو على تشريفنا وتشريف التوينس الكل وبرافو على الفرحة اللي اعتتالنا وقدش محتاجين فرحة في الفترات هذية أمونا توتسويت كيف العادة بش تعطينا أهم ما جاء في الأخبار الوطنية توتسويت في توب اكتو مع أماني ايماننا في توب اكتو اليوم بش نحكي وعلى زوز مواضيع اللي هما مالوغز مو مرض دقي الكلب اللي قاعد معناها عام كيما نقول وحنا بوليميك كبيرة خاصة مع انه الناس بش ترجع تقرأ والأوليق والليو خادفين على صغيرات هم على خطر احنا لحقيقة لازمنا نعترفوا انه عنا برشة برشة كليب سائبة في البلاد يعرضوك بخطو معناها للاساعة لانا صباح كي نبدأ جاية هوني للمتينة لنخرج من الدارة مع الخمسة ونوص عاد يعرضوك عشرة مع بعضهم تتخبأ في بلاصة بش تستنى تكسي بش ما يحاولش حتى انه يتعدى من باحذك تنجمش تفرق بين اللي هما ملاقحين ولي مهمش ملاقحين تحس اللي الناس تفهم الخطورة متاع الكلاب هاتي بعد ظهور داء الكلب اذاك عليش معهد باستور لاحظ انه بالارقام فما ارتفاع بخمس مرات اكثر من العادة في الجرعات اللي التلقي معناها الزريقة متاع داء الكلب بمعدل ميتين واربعين جرعة في النهار يعني الناس ما عادش تستنى في انه هما يلقحوا للكلاب وليت تمشي هي بش تحمي رواحة واغزمو اللي احنا عادة معناها من الجرعات ما يكفي وان شاء الله ما توفيش وبش انه بالحق على خطر موضوع اختير يعني 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 احنا حكينا تقريبا فما تسع وفريات بسبب داء الكلب والغالب اليوم ما نخموا في الوقاية كان وقت اللي نراو الحالات متاع الوفاة هذو ما كنا نجموا نستبقل المسائل هذية حبيت نفكر ايضا انه الحملة الوطنية بش تتواصل موفق اكتوبر بكافة الولايات الجمهورية هذية وفق ما افادت بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نهار الجمعة قالت وزارة ايضا انه الحملة مجانية واجبارية وتتنزل في اطار البرنامج الوطني المقاومة داء الكلب واوضحت انه في رق العمل الميداني بش تتنقل في جميع جهات الجمهورية بش يقوموا بعمليات التلقيح سواء في مراكز تجميع الحيوانات او بالاتجاه مباشرة للتجمعات السكنية هذا طبق الروزنامة المعتمدة ودعاة الوزارة في الصدد كل المواطنين للمساهمة الفعالة في انجاح الحملة هذية ومسك واستحاب الحيوانات متاحهم وتسهيل عمل في رق التلقيح هذية الحملة مهمة جدا شغطوه للناس اللي عندهم حيوانات في الدار هنا منحكيه وش كان على الكلاب نحكيه على الاقتاطس وكل حيوان اللي نجم يتسبب في داء الكلب اللي طفع لكم الناس الكل ربي يحفظكم وربي يحميكم في موضوع اخر ايماني اللي هو الحقيقة موضوع نال اعجابي على الاخر اذا كاللاش انا حبيت اني نحكي عليه في البداية معناه في الموضوع انو المطابع المركز بصدد طباعة 82 عنوان من الكتاب المدرسي بلغة موجهة لتلاميذ مدارس المكفوفين وقال انو العناوين هذي بش تم طباعتها 8000 نسخة ما يفوق مليون صفحة وبش تكون جاهزة ان شاء الله في 15 سبتمبر المقبل مع العودة المدرسية حاجة به يعلق الحقيق بر ايجابي وتعرف المدارس بتاع المكفوفين زيدة وهذه فرصة بش نحكيها عليهم قتل زيدة هما عندهم عديد الصعوبات وعديد النقاص والتلامذة اللي قاعدين يقروا غديك معناها بستثناء الوضعية الصحية متاحهم زيدة كيف كيف مهم جدا انو المدارس اللي يكونوا يقروا فيها تكون على الاقل مجاهزة بكل الاليات اللي تنجم تساعدهم بش انهم يقروا في ظروف ملائمة ورينة في نجاحات البكالوريا كانت تتفكروا شكون من المكفوفين يعني بالحق ناس قاعدة تجاهد ناس قاعدة تتحدى في كل الصعوبات من أجل انها تنجح وانها تقدم ما نحكيش كان في الباك نحكي وحتى في الماجستير في رسالات الدكتوراه وماشاء الله في كل البلايز فمهم جدا انو تكون فما لهوة خاصة بالفئة هذية من المجتمع التونسي يجيونا برشة تليفونات يجيونا برشة ناس اللي تتشكل وتقول لك اليوم ما فيماش الاليات للإحاطة بالفئة هذية مناش قاعدين نلقاهوا في تجاوب من المسلطات نحبوا نخدموا عننا بلايز النجمو نخدموا فيهم عننا بلايز النجمو نقدموا فيهم ما نحبوش نكونوا عالى على عائلاتنا وإلا على المجتمع متاني وهذية بالحق في في تواصل معاهم وبرشة اللي قاعدين يكلمونا حتى في ديوانة فمهم جدا خاصة في علاقة بالنفرستركتور متاع مدارس المكفوفين باش نجموا يقراوا في ظروف مريحة عالى قل خاطر إيمان أغلبية القصص النجاح في الحالات هذي تلقاهم هما اللي متكفلين برواحهم وإلا عائلاتهم لكن ساعات نلقاوا عائلات ما تقدرش إن هي خاطر ما هيش سهل الحقيقة إن باش تتكفل بحد من ذوي الهمم وزيد تتكفل بقرايت وكل شي حاجة نوعا ما تتطلب مصروف ومش ناس الكل تقدر إنها توفر هذونك ماذا بهم إذا كان حاجة كيف هذي تتعمم مش للمكفوفين لكن لذوي الهمم الكل باش نجم ويوصلوا لحقيقة نجم ويوصلوا نتعدل للاخبار اللي بعد نحكي على الرياض اللي ومحاضن الأطفال وين اعتبرت رئيس الغرفة النقبية نبيها كامون إنه العودة المدرسية للعام هذا باش تكون أسوأ من عام ناول بسبب عزوف الأولياء عن تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال خاصة في المرحلة التحضيرية وقال إنه العزوف هذا جاء نحكي على رياض الأطفال العموميين على خط رياض الأطفال الخواص هما اللي قاعدين يستحوذوا على فئة كبيرة من تليم ذا أغلبيتهم عندهم هما ذاك عليش رياض الأطفال العموميين قاعدين يمشيوا ويسجلوا في حالات صفر معناها للأطفال اللي عندهم وهذي معناها حاجة مذرة نوعاً من الحقيقة إننا نشجع يسر للتعليم العمومي الحقيقة معناها ومرحلة تحضيرية نحس حاجة يسر مهمة معناها إنه صغير ما زال ما يعرفش شنو مكتب وكيفش بشي وليلتزم بوقته كل شي نلقوا إنه برشة أولياء عزوف على إنهم يسجلوا صغارهم حاجة خايبة يسر وليهنا يجبنا نراول الجهة المقابلة اليوم وقت اللي الصغير وبعض الأولياء اللي يراول اليوم إنه المرافق العمومية متنجمش تلبي الاحتياجات متع الصغار وقت اللي نراول الأسف الوضعية متع المحاضن العمومية البرون وقت اللي يمشي على الأقل بش يتفقد ويقول وين أنا بش نحط ولدي يلقى المينيموم ما هوش متوفر وخاصة في عمر صغير معناها بش تحط صغيرك خمسة سنين اللي عمر بتاعه في بلاصة مهم جدا إنه يكون فيها مرتاح نعرف الهنا مش المسألة متعلقة بالتعليم الخاص وإلا التعليم العمومي لكن الهنا في قراءة علاش اليوم ماشين لصفر بالمياه في علاقة بالمحاضن العمومية ومهم جدا إذا كان أحنا اليوم نحب ونرجع الولي للمسار العمومي فمهم جدا إنه نصلح ونصلح وهذه كلمة نصلح سنوات وإحنا قاعدين نحكي على المؤسسات التربوية الكل وانطلاقتها تكون بالمحاضن كلمة نصلح ولي عنا سنوات وإحنا قاعدين نسمع فيها وللأسف لليوم ما قدمنا حتى خطوة فيها بالضبط إيمان فما نقطة أخرى إنه هو الروضات العمومية تشكيوا من الروضات الخاصة والروضات الخاصة يتشكيوا من المدارس الخاص خاطرت المدارس الخاصة عندهم الحق يعملوا قسمة تحضيري وقسم التمهيدي وبينصور هي الحكاية لكلها تجارية والحكاية لكل ربحية باش من نزينوش الصورة وكي هيو التعليم حاجة نبيلة ولكل ميليرة وفي تونس برش معنتها وليت عملية شركة لازمها تكون مربحة النقطة المهمة اللي حاب نحكي فيها إنه فما مدارس خاصة إنه يفرض ذلك ما يود لك يدخل سنة أولى إلا ما يبدأ عمل عنده هو تحضير حاجة هذي بيانسور تأثر حتى على الروضات الخاصة مشكلة الروضات العمومية صديقتنا سميح برهومي وإنك أعطت ملاحظة مهمة قالت المشكلة في الوقت متع الروضات العمومية وقتها مش مناسب مع الناس اللي تختم بتنجمش يقعد يمش ويجي علش ما تحكي وش عليه بالحق نقطة مهمة سميح وغابت علينا مسألة التوقيت ومسألة حتى جنيران منش نحكيه على المحاضن فقط نحكيه وهو على كل المؤسسات التربوية اليوم الولي مضطر مضطر أنه يهز ولده أصبح ويرجع له العشية لأنه المؤسسات العمومية كما قالت يجب ما تهز وتجيب وطالما الولي ما هوش موجود في الدار باش يهز ويجيب طالما يقعد يفركس على البدائل التوقيت المدرسي المواد كلها كلها هذه الشامل اللي متعلق بكل التفاصيل اللي نورمال ما يكون سييد جاوزناه وكنا نحكيه كيفاش نطور الآليات التعليم المتقليدي باش ننجمه نمشيه للآليات الجديدة اللي قاعد يعتمد فيها العالم الكل لكن للأسف ما زلنا نحكيه على مؤسسات قاعدة تغيب عليها حتى الشباك والباب والآليات البسيطة اللي نجم اللي من المفروض أنه كل صغير يلقاها حتى الماء في وسط المؤسسات التربوية وبرشا هو موضوع كبير دخلنا فيه لكن بين الخاص والعمومي تقريبا هذي هو الاشكال وكل براولة كل عائلة تحاول أنها تلقى الحلول الاشكالية هذي من خلال المسار اللي هي تختاره الصغيرة كلمة صغيرة إيمان راوريت تتوى في تونس إذا البو يخدم اللي تأتيك معناتها في الأمومي مش تتلاز تحطوه في الجاردوري دونك اللي بش تصرفه بين الجاردوري والواحد هو نفس اللي بش تصرفه في البريفي في كل بلوز ومو معناتها البريفي أنا الرأي اللي الوانتاج الوحيد السيكوريتي وليجيان معناتها في البريفي اللي هو أي أم الحقيقة وأي أبو يخمم أكثر في الكتاة هذي هذي في علاقة بموضوع المحاضر اللي حللنا الدباء كبير الدباء على التعليم كله مازلنا قاعدين في التعليم إيميل لكن جوست حبيت نقول أنه عملية التسجيل عن بعد للمؤسسات التربوية العمومية والخاصة من سنة ثانية حتيكش للبكالوريا تنطلق نهار الاثنين الاثنين سبتمبر على الموقع اللي تلقاوها على وزارة التربية وبالنسبة للتلميذ السنة أولى نهار الاربعة أربعة سبتمبر يعاود يحلوا باب فتح التسجيل على خطر قبل كانوا برشا معنا دي ما نعرف اللي صغر متع سنة أولى تلقوا بأكثر من سنوات الأخرين دونك يحلوا لهم على مرتين السيت بش يسجلوا كيف كيف العمومية والخاصة هذي جوست بور لانفورمسيون هي بور لانفورمسيون لكن إن شاء الله ما نلقاوش المشاكل في علاقة إنها موجودة إنها تكون ان ليني لكن ساعات نلتج ولطرق التقليدية وقت اللي يمدفم الريزوتار الترفى في الموضوع هذا إيماني اللي قاعدت دورها اللي مت على الفيسبوك اللي قال لك إنه أحنا في تونس الرقمية نسجلوا ان ليني ونهز الورقة بش نثبته اللي أحنا سجلنا هذيك هو بالضبط وهذيك هي الوضعية كل شكر لك إيماني كسوما كانت هذي توب أكتو مع أماني توب أكتو مع أماني 831 دقيقة احنا نكمل معكم بالموزيكة بعد شوية بوان سنتي خليكم معنا في الاستماع متبعدوش